تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضية بمضاعفة المجهودات لتفكيك الشبكات الإجرامية وخاصة منها تلك التي تتاجر بالمخدرات باشرت الوحدات الأمنية من سلكي الأمن والحرس الوطنيين تحت الإشراف المباشر للقيادات الأمنية العليا فجر اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 عملية أمنية واسعة نطاق متزامنة وموجهة استهدفت مراوجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة بأقاليم تونس الكبرى وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية وأسفرت عن ضبط 205 عنصرا خطيرا وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء